سيد خالد مشعل القيادي الحمساوي قال انه بشكر ايران واطلب فتح جبهات جديدة للمعركة لو عندك فيديو اصراط لو سمحت شغالهولي ده كلام خالد مشعل وهو بيكلم بمناسبة نور عام بيقول نفتح جبهات جديدة واحنا نتحرك وبنشكر ايران وبنشكر حزب الله خلينا نسمح خالد مشعل الايه نريد جهادا بالنفس والسلاح وان نفتح جبهات اضافية اخرى هو يقاتلنا العدو في كل مكان وعلينا ان نقاتله كما يقاتلنا وسوف نهزمه ان شاء الله ابو عبيدة اتكلم وقال ان الكيان الصهيوني يعيش منبوذا من كل امم الارض وشعوبها الحرة ده مين اللي بتكلم ده ابو عبيدة وخامنئي قال في ذكرى 7 اكتوبر اسرائيل عادت 70 سنة الى الوراء وبايدن وهارس قالوا ان احنا بنجدد اتزامنا بالدفاع عن دولة اسرائيل وزعمها العالم تفعلوا المسشار الالماني والرئيس الفرنسي الامين العام لحلف الشمال الارفانتي مارك روتا وايضا رئيس الوزراء البلجيكي ورئيس المفاوضة الاوروبية ورئيس المجلس الاوروبي وكل دول قالوا ان احنا مع اسرائيل اما الرئيس راجب طيب اردوغان قال اسرائيل هتدفع التمن والبابا فرنسيس قال ان الدول الكبرى فشلت في وقف اطلاق النار وطبعا دي بعد ردود الافعال على ذكرى 7 اكتوبر صحيفة لوتاني السويسرية قالت القانون الدولي دفنة تحت انقاض وركام قطاع غزة نيويورك تايمز قالت غزة تحولت بعد عام من الحرب لمقبرة للموت الجماعي دي نيويورك تايمز وقالت العالم شاهد على المسبحة والوضع المأساوي هناك على الجانب الاخر نرى انه نتنياهو بمناسبة عام بيكتمع مع حكومته وبيطلب تغيير اسم العملية من السيوف الحديدية الى حرب القيامة قال دي حرب وليست معركة وهتستمر حتى ندافع عن بقاء دولة الكيان الاسرائيلي والجيش الاسرائيلي خد قرار مبارح باغلاق المجال الجوي فوق تل قبيب بعد اعتراض صاروخ قادم من اليمن والصحيفة هارتس الاسرائيلية قالت انه نتنياهو يبحث تكليف الجيش بمسؤولية المساعدات الانسانية في غزة بدلا من النروة وده معناها انه نتنياهو بيقرر احتلال غزة بشكل رسمي البنت جنقال نعمل مع اسرائيل على تجنب رد يؤدي الى توسيع الحرب وفي نفس الوقت الواشنطن بتقول وفقا لهيئة البكتة الاسرائيلية انه سنقدم حزمة تعويضات لاسرائيل للامتناع عن ضرب اهداف معينة في ايران وهي الاهداف الخاصة بالبترول طبعا بيزينس انسايدر قاله اسرائيل الاوسع في الشرق الاوسط بيهدد الاقتصاد العالمي وهيؤدي الى تسريع تدخم ورويترز قالت نفس الكلام قالت تأثيرات اقتصادية للحرب الشاملة بالشرق الاوسط ستكون كارثية وفي نفس الاطار وزير خارجية والهجرة الدكتور بجرد العاطي اجرت الصلاة هاتفية مع وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية ايران لتأكيد على دعم مصر للاشقاء في لبنان